مساء الخير لبنان ما زال واقعا تحت تأثير العرسلة بمتفرعاتها الأمنية والسياسية فالجيش يرابض عند تخومها والاستخبارات تعمم وثيقة جلب علي الحجير أمير البلدية وربما أميرها فيما بلغ عدد الموقفين في ملفات عرسلية مختلفة 24 شخصا من بينهم عشرة حجيريين وللتنسيق الأمني عقد اجتماع لقادة الأجهزة في مكتب اللواء عباس إبراهيم بحضور المدعي العام التمييزي حاتم ماضي فيما قائد الجيش العماد جان قهوجي شد الرحال إلى عكار للتعزية بالشهيد إبراهيم زهرمان ابن الجيش الذي قضى تعذيبا وفقا لروايات الشهود والأهل ونزولا نحو السرايا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتفقد حكومته ويستشعر هزة أمنية سياسية أخرى تطوقها فطرح الصوت على رئيس الجمهورية أن يجدد الدعوة إلى طاولة الحوار لأن القادة عندما ينضبون وراء طاولة يلمون الاحتقان من شوارعهم لبنان المنهمك عرسليا يكاد ينأ بنفسه بلغاريا باستثماء المواقف العمومية أما حزب الله فقد خرج عن صمت الأمس وقال الشيخ نعيم قاسم إن هذه اتهامات والدعاءات وتحريض على الحزب تستهدف إسقاط المقاومة بالإعلام والسياسة بعدما أخفقوا في إسقاطها بالحرب لكن أكثر المواقف تصويبا نحو البوصلة جاء عبر المعارضة البلغارية وصحيفة معاريف الإسرائيلية ما حدى الرئيس برري إلى دعوة معارضة لبنان إلى التمثل بمعارضة بلغاريا ورفض الاتهام الموجه إلى حزب الله لسيما بعد اعتبارها أن صوفيا تصرفت بضغط من إسرائيل والولايات المتحدة وهذا ما كشفته معاريف أيضا عندما قالت إن تل أبيب وواشنطن مارستا دغوطا مستمرة على بلغاريا لاتهام حزب الله بتنفيذ عملية بورغاس ويبقى الخبر عند المعارضة السورية وثائرها السياسي معاذ الخطيب كما يصف نفسه لسيما بعدما ارتكب مغامرة محاورة النظام العالم بقطبيه الأمريكي والروسي وبعربانه الأخيار منهم والأشرار امتدحوا خطوة الخطيب باستثناء المعارضة السورية التي لم تبق له ولم تذر ورفضت دعوته إلى الجلوس مع النظام ولمخاطبة الرافضين وأولئك الذين لا يزلون خارج الزمن لا ينفك الخطيب يدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا هناك دول تعد ولا تفي وهناك من يقول للسوريين اقتحموا ثم يتركهم في وسط المعركة هناك من تعهد بدعم الثوار ثم تركهم في الموت وهناك من يجلس على أريكته ثم يقول هجموا وهناك صمت دولي وخنق للثورة وهو بهذه العبارات يبلغ الرفاهية المعارضة أن الغرب باعكم وأن الحلول قادمة والآن بدأت حقبة التفاوض وانتهى زمن اجتماعات باريس واستنبول وجناف وغيرها وسقطت شعارات إسقاط النظام ولكي يضع مبادرته موضع التنفيذ أمهل الخطيب سوريا حتى الأحد للإفراج عن عدد من المعتقلين من بينهم نساء اشتركوا في القناة